السلام عليكم معاكم دكتور سيداليا محمود إريتا النهاردة هنتكلم عن دواء منشط للزاكرة بيستخدم لتنشيط الزاكرة وبيستخدم في علاج الزهايمر والاستخدامات تانية كتير وهو دواء من مصادر عشبية معانا النهاردة دواء فيمبورال أقراس زي ما رأيته فيمبورال أقراس عبارة عن مادة الفيمبوسيتين بتركيز 5 ميلي جرام المادة دي مستخلصة من عشبة الفينكا من نبات الفينكا وده نبات طبيعي جدا طيب الفيمبورال ده بيستخدم يا دكتور العتلاء مكتوب عليه منشط للزاكرة هو بيستخدم لتنشيط الزاكرة وخاصة الناس اللي عندهم ضعف الزاكرة أو عندهم الزهايمر كمان بيستخدم في حالات الضوخة والطوار نتيجة خلل في مراكز الاتزام في المخ كمان بيستخدم كمساعد في علاج الصداع النصفي كمان بيستخدم للناس اللي عندها مشاكل أو ضعف في السمع نتيجة قصور الدورة الدموية كمان بيستخدم كمساعد مع علاج الضغط المرتفع لانه بيساهم بدرجة كبيرة انه يقل الضغط بس هو مش باديل عن الضغط المرتفع لا دوا بيستخدم كمساعد معا يبقى الفيمبورال لاستخدامات كتير جدا 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 وكمان ممكن الناس المراهقين أو الشاب اللي حتى الافثنوية عامة أو اللي هم بيشتغلوا شغلنات عايزة ساعات طويلة يقعدوا شغل متواصل الدواء ده منشط للذاكرة بيقل التشتيت وبيزود الانتباه وبيزود القدرة الزهنية طيب الدواء ده في الحمل والرضاعة ممنوع بلاش لو واحدة حامل أو بتردع تستخدموه الدواء ده الميزة اللي فيه كمان إنه مفيش تفاعل بينه وبين أي أدوية تانية الدواء ده جرعته من قرص القرصين ثلاث مرات بعد الأكلة يعني ناخد حبية واحدة أو حبيتين بعد الأكل ثلاث مرات في اليوم أقصى عرض جانبي ممكن يسببه الدواء ده هو شوية صداع خفيف أو شوية أرق ودي أعراض جانبية بتروح مع الاستمرار في العلاج الفنبورال علبة شرطين عملة 11 جنيه ونص علبة شرطين عملة 11 جنيه ونص يعني الشريط واقف بخمسة جنيه خمسة وسبعين قرش يعني ستة جنيه لربع معانا دواء ممتاز وفعال اسمه فنبورال استخداماته كمنشط مثل الزاكرة وفي حالات ناس عن ضعف الزاكرة أو الزهايمر استخداماته في الضوخة والدوار وفي علاج ومساعد مع علاج الصداع النصفي الناس اللي عندها مشاكل في السمع نتيجة قصور الدورة الدموية كمان بيساعد على تزويد زياد القدرة الزهنية وزياد النشاط والأداء الزهني بالنسبة للمراهقين أو الشباب أو الناس اللي بيشتغوا ساعات طويلة كمان مساهم مع أدوية الضغط المرتفع إنه بيساعد في خفض الضغط الدم بصورة ملحوظة الدواء ده متميز وفعال وزي ما قلنا من أعشاب طبيعية آمن وفعال تماما طبعا لازم الواحد يهتم بتنشيط الزاكرة وياخد حاجات طبيعية طبعا مع الأدوية هو الدواء ده من مصدر طبيعي بس ما يمنعش إن لو خدت معلقتين عسل على نص كباية مية الصبح ومعلقتين عسل على نص كباية مية بالليل عيساعد معايا بتنشيط الأداء البجانيب كمان زد جانين الأمح وفيتامين هير من الحاجات الطبيعية اللي بتساعد في تنشيط الزاكرة وتنشيط الدورة الدموية الدماغية بطريقة طبيعية فالأكل الصحي مع الدواء عيساهم بدرجة كبيرة في تنشيط الأداء الزهني يارب الفيديو يكون عجبكم ويارب تكون سفادتم سلام عليكم